شاهدين أهلا بحضراتكم معانا إلى فقرة الحوار لهذا اليوم بيسعدني ويشرفني يكون معايا في الستوديو دياكن زكريا عبد السيد مسؤول تاريخ الكنيسة بأسقفية الشباب أهلا بك يا دياكن أهلا بحضرتك اتشرفت بوجود حضرتك وأهلا بسادة المشاهدين دياكن يعني حضرتك كنت بتقولي قبل هوا على طول أنك قدمت بحسين تمام وأنا شايف هنا حضرتك ديتني التكريم اللي أخدته عن بحث عشق تراب مصر هو الواحد بياخد درع واحد فهو تكتب باسم عشق لو ما قدم أكتر من بحثي هو الدرع واحد بس بس هو الدرع فخمة قوي الحقيقة يعني لازم يعني أشيد بالفكرة والتصميم والتنفيذ كبير ده شغل سيدنا نيافت أمبرمية أنه كل حاجته مستوها عالي جدا هو بيشرف على الحاجة بنفسه الحقيقة كل حاجة بيحب يتطمن أنها طالعة في أحسن صورة يعني طيب قدمت عن في محور البابا الموسوعي قدمت دراسة تحليلية لكتب كتب البابا الأول كلمني عن عشق تراب مصر يمكن استيعابه هيبقى أسهل وبعدين نشوف بقى العناصر اللي حللت على أساسها بالنسبة لعشق تراب مصر ده عنوان كتاب أنا عملته سنة 2013 2013 يعني كان في الزكرة الأولى لنيحة البابا شنودة عملته أسكوفية الشباب قدمه أمبا موسى وكان الكتاب الرسمي للكنيسة في السنة دي الكتاب ده بيجمع أو بيحتوي على كل المواقف الوطنية والمقالات الوطنية اللي عملها قدس البابا شنودة وشبابه آه دي يعني كتلت بحسن لكن هي دي الفكرة يعني لكن عايدة إيه أهم المواقف الوطنية بقى لحياتك جمعت أهم المواقف الوطنية أولا وهو في مرحلة سنوي وهو في مدرسة الإيمان السنوية اللي عم موجودة في شبرة في شرع جزيرة بدران سنة أربعين بالذات كان المدرس بتاعه كان نقيب العمال فنظير جايد كتب نشيد اتلحن للعمال في السنة دي وكان حاجة رائعة جدا ناس كلها حابة الموضوع دوت وبسبب الموضوع دوت كانوا بيسموه نظير كليفر آه المهر نظير كليفر نظير جايد آه نظير كليفر آه بعد شوية تطورت المواقف الوطنية بتاعته طبعا وهو في كلية الأداب بإنه طوع في الجيش كظابة تحتيات متطوعة لمدة ثلاث سنين وبرضو في السنة دي كانت علاقته بالقادة بالرؤساء الرؤساء في الجيش كانت طيبة جدا جدا وكان زميله بيختاروه هو اللي يتكلم عنهم لما يكون في مشكلة مع القيادة طب هلأ استأذنك ناخد نموذج للمواقف الوطنية في فترة الأسقفية وفترة البطرياركية نموذج واحد عشان بس نقدر نغطي مع حضرتك بقية الموضوع القضية الفلسطينية كانت شغل الشاغل طبعا سنة 77 لما راح أمريكا وأول لقاء اليوم مع جيمي كارتر فبيكلموا على مشكلة السلام في الشرق الأوسط وشعب الله المختار فقال له لو كانت إسرائيل هي شعب الله المختار يبقى أنا وأنت مش من شعب الله المختار لأننا مسحيين سنة 89 لما قابل جورج بوش الأب برضو كلمه في نفس الموضوع وقال له أنت بوش وأرجو أنطعت بوش لعمليك السلام تمام في 73 أو أنا في 72 البابا راح زار الجابهة واتكلم الجنود في محضرة بليغة جدا عن احتراع حب الوطن وأن البلد بتحبهم ومستنية أن هما ينتصروا والبلد مش عايز يتفرط في شعرة من شعور رؤوسهم وساعتها القادة دوله بدل عسكرية هدية فأثناء الحرب حضرتك الكنيسة فتحت للصالة من أجل مصر بعت أنبا سمويل في رحلات خارجية جمع تبرعات للمجهود الحربي كتيرة جدا جدا سنة 74 بعد النصر برضو راح زار الجابهة في اسماعيلية وهن الجنود بالانتصار من المواقف برضو الجميلة للبابا شنودة بسبب عشقه لمصر أنه أي حد كان بيحصل على جايزة كبيرة كان بيكرمه زي ما كرم مثلا نجيب محفوظ سنة 88 عشاء خد نوبل زي ما كرم أحمد زويل زي ما كرم الدكتور مجدي عقوب سنة 2002 وعمل له احتفالية كبيرة في لندن البابا شنودة ليه مواقف وطنية ليه أقوال مقصورة كتير جدا وبعض الأشعار لو سمحت لي ممكن أقول جزء من حاجة ممكن ما تقالتش قبل كده تفض في حتة الأقوال والأشعار الوطنية يقول كده نحن نعيش في وطن واحد نحن أبناء وطن واحد نحبه ونرضيه ونحب كل ما فيه نحب نيله وأراضيه وشوارعه وحواريه دي زاعة مبارح في المؤتمر على الشاشة في الأول ألتها مبارح آه بالذات ومزارعه وصحريه نحب صناعه وفلحيه نحب مستقبله وحاضره ومضيه نحب علماءه ومرشديه نحب أقباطه ومسلميه نحبه حين يمنح وحين يمنع نحب هذا الوطن حين يرضى وحين يغضب نحب فراعينه أجدادي نحبه أثناء نكسة 67 نحبه في انتصار 73 نحبه أرضه أرض ميلادي أنا يعني شاكمل علشان الوقت كلام جميل طبعا هو ده البابا شنوه نابع من القلب بسيط طيب لو اتنقلت بحضرتك للبحث التاني اللي هو البابا الموسوعي البابا الموسوعي وعايز أخش لتفصيلة أنه عملت تحليل لكتب البابا شنوه هل خدت نمازج من كل الكتب يعني عرضت على كل الكتب آه تمام كم كتاب مثلا البابا عمل 140 كتاب آه لكن هو في البداية لازم أقول عشان الناس تستفيد البابا شنوه ده ليه بنسميه البابا الموسوع وليه يوصل لكده آه البابا شنوه ده أولا عشان برضه فيه معلومة كالناس ما تعرفه عشان البابا شنوه ده تولد في شهر أغسطس في أسيوت وكان الجو حر جدا فما حدش فيدي يعمله شهادة ميلاد آه فتسجل ساعة قيد فجيه في مرحلة سنوي بسبب الموضوع ده تسقت سنتين أو فيه سنتين فاتوه في التعليم آي السنتين دول استخدمهم في القراية آيوة ورايح جاي على المكتبة هو وأخوه يقول أنا قريت في الفترة ديت أكتر من عشر تلاف كتاب في سن من 11 إلى 14 سنة كان بيقرى موسوعات مش كتب يعني ميكي يعني لما راح بيكتب شعر ولقى حس إن الشعر بتاعه دوت يعني لسه ما سموه الشعر فكان بيروح در الكتب في خان الخليلي كان بينسى ختاب اسمه أهضي علمي الخليل كل يوم يروح الصبح بعد الظهر ينسخ الكتاب آه ده اللي هو للخليلي ابن أحمد الفرهيدي الشاعر العزيز آه تمام تمام واللي وضع أفتكر علوم البحور بتاعة الشعر بالزرط فده اللي خلاه يعرف يكتب شعر لكن بص حضرتك لما راح يمتحن بقى امتحن شافوي في اللغة العربية هو في تاني سنوي اي ففي اتنين مدرسين بيمتحنوه اه فواحد بيقول له ايه قلنا قصيدة من الشعر اللي انت حافظه اي فيقول له لأي عصر آه فقال له انت تحفظ لكل العصور قال له نعم قال له طب قلنا قصيدة من عصر الحديث قال له لأي شعر من شعر العصر الحديث قال له حافظ لكل الشعر قال له لأكتر من 30 شعر قال له طب تكتب الشعر قال له وقال له اذا اسمعنا قصيدة مما كتب فيقول حطيت ايدي في جيبه وطلعت قصيدة قلتها لما جمي يحطوله الدرجة يعني حاضر وجاهز وقصدته في جيبه والاستاذ كمان نبيه ان هو هو حيقول له في الاخر الشعر هو عارفه طب وريني انتاجك اه لكن هو بقى بص حضرتك لما جمي يدونه الدرجة فواحد منهم حطله 48 فالتاني قال له لأ دايستها الخمسين قال له لما هو ياخد خمسين احنا ناخد كم يعني المستوى بتاعه اي زي هنا فوق أسد زيته لما دخل الجامعة حضرتك البابا شنون ده كان بيجيت خمس لغات وهو في الجامعة خمس لغات كان بيكلم انجليزي وفرنساوي والماني بجنب الابطي واليوناني واللغة العربية كويس وكان بيقرى بقى الطاعة حسين وعباس العقاد وكل الأدباء الحاجة الحلوة لما يجي مثلا يطلبوا منه بحث مثلا عن مجموعة من القادة مثلا أو الأدباء ما يقتنعش بالفكرة دي يعمل بحث عن كل شخصية اه مش ياخد شزرة كده عشان يجمعها بيكلم في الحكاية دي كمان مين حضرتك سنة 96 كنيسة عملت احتفالية بليوبيد الفد لتطويج البابا شنون اي فوقف الأنبا أرسانيوس مطران الميني علشان يتكلم هو كان يزنينه في أمبانطونيو الشبرى اي فقال وإحنا خدام في أمبانطونيو الشبرى الوحيد اللي بيروف مننا الأديورة نظير جايد فقال له كلمنا عن الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك كان وقتها المكتبات مفهاش كتب ومفهاش مراجع اي نظير جايد دور لها أربع صفحات بالزبط مكتوبين عن الأنبا أرسانيوس طبعا لما حضر منهم موضوع هيتلعد اي فما اقتنعش بيهم فيقول قعد تدور على الاسكولوب في الاسكولوبيديا الفرنساوي والانجليزي عن الأنبا أرسانيوس لحد لما لقيت موضوع وكتبته وحضرته فطرع موضوع أكثر من رائع الحاجات البسيطة ما بيقتنعش بيها لازم يعني هنا عايز أخد بقى بنكلم حضرتك وأقول مستخلص مهم أنه كلمة الموسوع مش طلع ايه قد ما دخل ايه خد ايه شرب ايه من الثقافة في كل مناحي الثقافة بتعدد مجالاتها في الشعر في الطيارات أنا فكر برة حكى لما رح ليبيا وكان هيقابل القزافي قعد قرى الكتاب الأخضر اللي هو فيه الفكر بتاعه والدستور بتاع ليبيا يعني ما كانتش الأمور بتعدي كده ببساطة لما يحصل تراكم بقى لكل هذا الكم من المعلومات يحصل تطور رهيب من صغره من هو عنده خمس ست سنين حضرتك نظير جايد كان ساكن فيه تمانية حسن باشا حلم الشبرى ايه أنا رحت لو أنا بقى عمل كتاب نظير بلا نظير ده في فترة شباب فروحت البيت ده اه فيقولك كان يبقى نايم عن السرير ويجيلوا تأملات فيقعد يكتب على الحيطة بالقلم رصاص الحيطة كلها كانت مليانك تباعد وانت شفت الكلام الكلام ده كان ناس سكنوا فيه اتبيض البيتك اللي قده موجودة اللي راحوا سكنوا هم بيحكوا كده حضرتك هو في الحيطة دي ليه جملة مشهورة جدا يقول يا دعونني البابا المعلم أما أنا فأقول عن نفس البابا التلبيس اه صحيح لأخر لحظة في خياته لأنه هو تعلم فصار معلما يعني تمام فدل يتعلم لحد آخر لحظة طبعا تبويب الكتب بقى حضرتك احنا لا قبل التبويب تفضل حضرتك دي مجهز محاضرة كده مستيفة وارا بعديها السلام عن البابا شنودة أصله طبعا طبعا لأ عايز أعرف ايه العنوين العريضة اللي على أساسها عملت التحليل مش العنوين العريضة لكن أنا تقسيمة الكتب أنه أنا اعتبرتها موسوعة بتبني الإنسان من كل الزوائق أول شق في البنى البنى الكتابي أنا أول ما أتولد بيعلموني كلف فرح البابا أعملي مجموعة كتب عن الوصاية العشر أربع أجزاء يعلمني الوصاية العشر يمتعني بالحياة الروحية من خلال الموعيز على الجبل دستورة الحياة المسيحية بعدين يكلمني عن الأمثال ده الكتب الكتبية خاصة الكتاب المقدس أين اللي يكلمني عن الأمثال يكلمني عن بعض الشخصيات الكتبية يكلمني عن نشيد الأنشاد آه بعض الأصوات قوية جدا في بعض المزامير يونان النبي كمان بيحب الصفر ده قوي كمان حببني في الكتاب المقدس آه فده الشق الأولاني البنى الكتابي آه بعد البنى الكتابي ييجي الشق التاني البنى الروحي آه يبميني روحيا ويقدم لي مجموعة كتب روحية قوية جدا 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 بس عايزة أسأل حديدك سوحي حديدك قرية المية واربعين كتاب كلمة كلمة مش إحنا قرناهم ده احنا التلميذن عليهم كويس بس عايزة أقول إيه إن التبويب اللي حضرتك عامله آه ممكن جدا يتم عمله من خلال العنوين وتناسقها معا في محور واحد تمام 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 أنا قدر أقول لحضرتك أنا مش قرأت الكتب دي ممكن أكون قرأتها مرة واثنين تمام آه الفكرة ديت أنا عملتها في رسالة الشباب من أكتر من خمستاشر سنة فكرة تبويب الكتب لأن نساعتها إحنا مكناش بني رغي كتب البابا شنودة آه طبعا وبنحضر منها كتب طبعا مواضيع مدرس أحد لدي أنا عايز أقول لك بقى ما هو أكتر إن كل اللي عايز يتميز في عصر حبرية البابا شنودة كان يفكر يكتب ويفكر يقول شعر ويفكر يقلت حتى طريقة البابا في إلقاء عزاته تمام يعني قد كده التأثير والشخصية القوية من الحاجات الزريفة أنا عملت عن البابا شنودة ثلاث كتب وغالبيتهم كانت مقالات كتب أكتفها في مجلة ترسالة الشباب إلى الكنسة بتاعة تسكوية الشباب كنت تقريبا كل سنة بقى عمل الملف بتاع الاحتفالية بتاعت تتويجي وطريركي في شهر نوفمبر أي فأنا يعني شمعان بالبابا شنودة فعشان كده الشقة الثانية حضرتك البعد الروحي أو البناء الروحي آه إن أنا بعد ما تربيت عن كتاب المقدس يبتدي يبنيني روحيا يوريني يعني إيه معالمة طريق الروحي آه بعد ما يوريني معالمة يكلمني عن الرياقة الزروحية عشان أنا أوصل لمرحلة وأقول الله هو كفى من كتر الإشباع اللي أنا أشبعته فهلاقي حياة التوبة والنقاوة نشبع من خلال الرب يسوع من خلال وصائة النعمة الكتير جدا فعمل مجموعة كتب يعني أنا مش حايزة أسردها علشان وقت البرنامج يجي الشقة الثالثة البناء الكنسي يكلمنا عن الكنسيات بقى الكهنوت تأملات في بعض العقيدة بقى لأ ليس العقيدة آه أنا أكلم عن الكنسي روحانية الصلاة بالأجبية تأملات في أسبوع الألام آه حياتك تقصد أهمية الممارسات الكنسية والصلاة التقصية خليني أمشي مع رب المجد يسوع لحظة بلحظة من الميلاد لحد الصعود وإسبوع الألام اللي عامل فيه خمس كتب تحديد أنا الجمعة العظيمة وقميس العهد أيها ورحانية إسبوع الألام والتلمات المسيحة على الصليب وهكذا البعد اللي بعده البعد الإنساني يهتم بالإنسان فعمل ثلاث كتب عن الإنسان مين هو الإنسان الله هو الإنسان يتكلمني عن الإنسان الروحي الله والإنسان صحك هو عامل ثلاث كتب أي ويكلمنا كمان عن الأسرة المسيحية وإزاينا عامل الأطفال أي ده البعد الإنساني وبعدين يحذرني من الزات فيكلمني عن الزات ده البعد الإنساني ييجي البعد اللي بعده حضرتك بقى بعد ما شبعت بكل دوة يحطه قدامي نمزج من الفضاير والشخصية أعمل مجموعة كتب عن الفضاير قوية جدا جدا ييجي معدها البعد العقيدي كتب اللي هوتية اللي عملها البابا الكتيرة جدا وفي وسط دول ما ينساش البعد الأدبي يعني الثقافة فهو البابا عامل زي ما حاكت فضلت قلتا أنا عملت الثلاث قصص اللي هو كتبها فهو كاتب في الموضوع دوت وكان اسمه إيه الكتاب أنا بحاول أفتكر اسم الكتاب آه ثلاث قصص هدفة لا أنا قصدي الكتاب الأصلي اللي كان فيه انطلاق الروح انطلاق الروح آه ده انطلاق الروح ده كان الخدام يعودوا يقروا يقروا فيه ويخلصوا يقروا يقروا ويخلصوا يقروا مش قادرين يوصلوا ايه ايه الهيام الروحي اللي موجود مبين ومبين ربنا وروعة اتحدثة في تلك الليلة آه صحيح حاجة جميلة جدا وعمل بقى في الموضوع دوت برضو ثلاث قصص هدفة مختلفة طيب خليني قبل ما نسيب ثلاث قصص هدفة خلينا أقول لك حاجة آه ما عرفش ده يبقى سر يعني يمكن يوزع لأومار لما سيدنا البابا شنودة اتفرج على الفيلم وقيل ليه انه كان شديد التركيز في القصة بتاعت ابونا أنستاسي بالذات اللي أنا اتشرفت بعمل هيا لدرجة انه في لحظة اللي هم ما كانش واحد بس اللي موجود في التفوز ده كان فيه أكسات كتير فعادوا إلى الستوديو ما نقدرش نصور تاني لكن رجعوا الستوديو وبالحية للفنية كرروا الشخص اللي كان موجود كجسمان داخل التفوز أو مقبرة الدير كرروا بزوايا مختلفة فظهر حوالي انه فيه ناس كتير عملا بملحوظة البابا أنا بقول قصة دي ليه لانه ناس كتير قالت ان القصص دي حدثة في تلك الليلة ابونا أنستاسي أمهلني أسبوعا ليست فقط من إبداع البابا شنودة بل حدثت مع البابا شنودة ما حدش يقدر يكتب حدثة في تلك الليلة إلا لو مر بيها مش كده مش ممكن يعني عشان كده احنا كخدام كنا نحط القصة دي قدامنا يعني البعض ما أخذ بن عمري ده كله لسه مش هادر أوصل أيوه ده أنا كده مدينة الخدام مدينة الخدام جايد وصل يعني ما وصلتش لمرحلة ديت فكانت نموذج أيوه صحيح صحيح البابا شنودة يعني لو بعد كده أنا هنتكلم بعيد على بيتي لو بعيد طبعا بعد كده حطلنا كمان الخدام وحطلهم مجموعة كتب طبعا غير الخدمة الروحية والخدمة الروحية ثلاث كتب حطلهم مسابقات حتى فصول مدارس الأحد والرحلات والفصة عمل لها كتب أيوه من السنين إن أنا أختار مقولات يعني حوالي مثلا ثلاثة أربعة دقايق وألقيها في الإزاعة فاخترت كلمة منفعة بأجزاء كنت كل مرة أختار كلمة والحقيقة رحبوا جدا جدا عارف حضرتك إحنا جات لنا فترة كنا بنخدم في حول العالم وإزاعة إبرا ومونت كارلو رحبوا جدا جدا بتعليم البابا شنودة كلمة منفعة صغيرة كده وتديك كل الحكاية حضرتك فكرتني لما قلت سنوات ما أسئلت الناس موضوع كامل في إجابة سؤال ومين حضرتك يقدر يكتب حوار مع الله إلا لو هو عايش الحوار ده صحيح أنت عارف حضرتك من صفات البابا شنودة وهو في الدير وكده كان حضرتك يمشي بالليل ويقعد يكلم ربنا ويقولك بالليل ربنا فضيلك الناس كلها نايمة وبيكلمك أنت في رحمة الله لنا كتاب بإسمه حوار مع الله لكن في موقف هنا لازم أقوله لحضرتك في حدة البابا الكتابي أي أنه حافظ الإنجيل بآياته بالشواهد فكان في لقاء من اللقاءات مع التنائس الأخرى وكان حضر البابا شنودة بيقول كلمة وكان جمه الدكتور سمويل حبيب رئيس الطايفة الإنجيلية أي فطبعا البابا هو بيكلم قال آيات كتير بالشواهد فبعد كده الدكتور سمويل مسك الميكروفون بيعلق قالنا دلوقتي دلوقتي ندر نقول أن قدست البابا شنودة بابا إنجيلي قال له آه أنا فعلا إنجيلي بس مش بروستانتي أيوة إنجيلة أكتر مننا إنجيلي بس مش بروستانتي أيوة أيوة صحيح فهو ده لا هو مرة كمان لو تذكر حضرتك بس مش هقول المناسبة لأنها كانت يعني لها طبيعة خاصة قال إنجيل ده صاحبنا وإحنا الكتاب المقدس ده صاحبنا وإحنا عارفين كل اللي جاي فيه وحافظينه عن زهر قلب وديه حقيقة فعلا يعني فأنا لما حطت قدامي نموزك قدامي قدامي الخدام وقدامي الشباب اسمه البابا شنودة ولو كل واحد خد كتاب بس وعاش به ده يبني نفسه خليني أسألك هل قدرت يعني بما إنك قلت الجملة الأخيرة الجميلة دي هل قدرت مش تفاضل لكن قدرت تحس إن في عنوين بارزة كده في مسيرة المية واربعين كتاب دي يعني ما ينفعش تعدي عليها أه طبعا كتاب انت لك الروح اللي حضرتك قلت عليه ده ما يعديش طبعا وده على فكرة الكتاب ده كتب هو علماني كان يكتبه مقالات في مدرس الأحد فيعني واحد من صغره بيكتب الكلام ده أنا لما كتبت نظير بلا نظير ده مش مش من مراجع من الخدام اللي كانوا صحاب نظير جيد في مرحلة شباب يقول لكم لما فأمن تونس بنعمل اجتماع الخدام يوم الأربع فكان كل شهر ياخدنا نروح سفح الهرم نصلي في الهواء التلق في السحرة بالليل يعملوا اجتماع الخدام يعملوا صلوات قوية جدا 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 فهو من صغره عاشق للبرية وللنسك كتاب زي حياة الطبع والنقاوة ده كتاب فظيعة كنت لسه هقول لحضرتك عليه لو انت ما ذكرتوش ننفعش عايزة توب وعايز أرجع ومرجعش يتتاب حياة الطبع والنقاوة لا وبعدين فكرة النقاوة يعني فكرة ان الطبع مش عمل بنعمله مرة ونخلص لا ده احنا بنخسر رجلنا زي ما السيد المسيح قال للبطرس الذي اغتسل كله لا يحتاج إلا فقط إلى غسل رجلي يبقى توبى 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 تصل لحياة بقى من النقاوة من ناحية العقادية ما ينفعش مقراش كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذوكسي ده صحيح يعني ده كتاب ده علمنا ويمكن أول كتاب تكتب في الموضوع ده أي علمنا حاجات كتيرة جدا جدا خلاص في المفهوم الأرثوذوكسي بدعة الخلاص في لحظة بتاعة البروستانت أي فيه عنوين يعني معنوين كتيرة جدا 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 للبابا شنودة لكن طبعا فيه كده مجموعة ودقة الرجوع بقى الكنسي لأن المنطقة الأخيرة اللي فيها الكتابين دول وغيرهم منطقة شائكة ما هو اختيار اللفظ والرجوع للأباء أباء ما قبل الانقسام أباء المسيحية كلها يعني ده إزاي يطلع الكتاب يبقى مقبول حتى ربما مش من الأقباط الأرثوذوكس اللي بيؤمنوا عايز أقول لحك أنا بصفة متخصة تاريخ الكريسة كل محضر مرقص أرجع لكتاب البابا تاني كتاب ماري مرقص من أروا الكتب اللي اتكتبت عن ماري مرقص كتاب موسوعي ما يسابش حاجة عن ماري مرقص ما يتكلمش فيها ماري مرقص ده كتاب قيم جدا جدا ولازم نعتمد عليه في حاجات كتيرة جدا صحيح وهكذا يعني في كل حتة هتلاقي كتاب لازم تلاقي لفظك تتدور دخل علي أسبوع الألام لازم تطلع المجموعة تحطها قدامك صحيح وتقراها تاني سفر يونان في أسبوع في سوميونان لازم يعني مكر قول لما تقراها تطلع منه بحاجة جديدة ده حقيقة طب آخر حاجة عايزة ألحادتك عليها لأنه بيقولوني قدامنا دقيقتين البابا سنويا كان عنده حاجة عجيبة جدا أبسط إنسان حتى غير متعلم يفهم كلامه وعزاته والإكلريكيين واللي بيعملوا ماجستيره ودكتوراه يجدوها أيضا عميقة ومشبعة رغم إن عقولهم مليئة بالثقافة وبالفكر إزاي لا ده حطه كمان حضرتك في الوعز أو الكلمات لو حطته مع ناس ما بيعرفش يقوله يكتبه هيكلمهم نفس الموضوع لو قعد مع أسادسة جامعة نفس الموضوع هيقوله أسادسة جامعة بأسلوب أكاديمي بأسلوب علمي دي خبرة بقى الحياة الروحية طويلة جدا وخبرة الوعز وخبرة التعليم بتخلي الواحد يعرف إزاي يتكلم مع الناس اللي قدام وبالأسلوب بتاعهم لا وكمان البساطة اختيار لأنه الكتب بتاعته فعلا أبسط إنسان يا دوبك بيقرأ بيستمتع بيها جدا وكانوا بيمتحنوا فيها في الإكلريكية والبحاثة يجدونها عميقة فدي اختيار البساطة برضو إنه ما يعودش يرجع لمراجع وأسماء مؤلفين وإنجليزي وفرنساوي وقلماني قدم هو عايز يقدم فكرة فيبوب ويفهرس كده ويحط كل فكرة في واحد اتنين ثلاثة وألف بهجيم دال دي برضو من الحاجات المميزة جدا في كتب البابا لو فيه في وقت دي هاكر حضرتك موقف بيبين البابا يعني إزاي يهتم بأولاده وبحياتهم الروحية وبالحياة العقيدية إحنا في التسانات كان عاملين مؤتمر طبع سكفة الخدمات في المقار البابا وفي دير أمبر شو في آخر يوم كنا عادين حواليه على الأرض هو قاعد على كورسيو وبيشرب شاي ده طبعا مقار الباباوي الأديم اللي في دير أمبر شو آه أبي لووس آه اللي كان جربي كده آه المهم بعد شوية ده نازل منه شباب في سنوي وجامعة في المقار ده في مؤتمرات أصخفة مؤتمرات ناس كبار الشباب إيه اللي هيجي يعملوا مؤتمر هنا فواحد فينا يسأل سيدنا إيه ده تخيل بقى كانت الرد إيه دول الولاد دول من كنيسة العدرة جاردن سيدي ليه أصل جنبيهم كنيسة أصر الدبارة آه فإحنا خايفين اللي ياخدوهم مننا فبنجمهم هنا عشان يعرفوا إن البابا بيهتم بيهم وبيعلمهم في أي حائط صد كنيسة عظيمة شوف الفكرة إنه وقت باله من كل كنيسة ومن الولاده اللي ممكن يضيعه صحيح البابا نفسه بيستقبله من دول مش بيعملوا رحلة دول يعالوا ثلاثة أربعة ايام في المقار موقف ما يتنسيش لكن يوريك إنه يهتم بكل نفس أشكرك جدا دياكن شرفتنا دا أنا خط بركة كبيرة وكفية نحن نتكلم عن البابا شنودة ونشوف حضرتك دي بركة في حدثك كل سنة والكليسة اللي بطية كلها طيبة كل سنة وسيدنا البابا وسيدنا أمبرمية بخير وبشكر حضرتك جدا شكرا جزيلا دياكن زكريا عبدالسيد مسؤول التاريخ الكنسي بأسقفية الشباب وشكرا لحضراتكم ونلقاكم في حلقات جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله شكرا للمشاهدة